السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سوف نرى رابط مساعد الكود السعودي. دي منصة مدعمة بتقنية الزكاء اللي صناعي عملها المهانس عبد الرحمن القراني. داخل اه شاد جي بيتي. وده تقدر تسأله اي سؤال خاص بالكود. يبدأ ان هو يجاوبك عليه بالعرب والانجليزي. لكن هو مش معتمد من اي جهة رسمية غير معتمد من اللجنة الوطنية الكود البناء السعودي. لكن تقدر تسأله اي سؤال خاص بالكود وهو يحاول يجاوبك عليه. هتساعدك في فهم وتطبيق معايير الكود السعودي للبناء في مختلف المجالات. اه مدني عماري قهربة ميجانيكا صحي. واجابات سريعة حول معايير السلامة والامام في البناء ومقاومة الزلازل والحفاظ على الطاقة. والمعلومات الفنية. لكن هو غير معتمد. ما ينفعش تاخده كوسيقة لما تتكلم مع حد. طيب احنا عايزين الناس كلها تبدأ تعمل كل واحد الكود بتاع بلده. فالفكرة بسيطة هتجي هنا اكسب لور شاتزي بيتي وتقول له كرييت وتبدأ تدخل البيانات اللي انت عايزها. تمام? لكن لازم تكون عندك حساب بتاعك بفلوس. كان زمان ما ينفعش تستخدم الادوات ديت تمام? غير لما يكون مشترك. دلوقتي لا الاستخدام مجاني لكن اللي بفلوس ان انت بتنشي حاجة خاصة بيه. فهتقول له كرييت وتقول له مثلا انا عايز اعمل ايجيبشان كود هيلبر اي لبنان كود هيلبر وتبدأ تعمل تدخل وترفع القطب وهكذا بحيس انه يقدر يجاوب من خلالها او تخصصوا ان هو يجاوب من خلال الكود السعودي اللبناني المصري زي ما تحدثوا.